موسيقى حلقة جديدة من برنامج نجاحات وابتكارات حول العالم اليوم بنا نروح ع فرنسا نحكي عن جبنة لافاش كيري هالمنتج هيدا اللي ربينا عليه من نحن وصغار اللي أنتجته شركة بيل الفرنسية لتصنيع الإجبان جبنة البقرة الضاحقة كانت أول مرة بتم إنتاجها سنة 1924 واللي معروفة بالبتة المبرومة اللي عليها صورة بقرة حمرة وكانت الجبنة من الأنواع اللي لاقت رواجا بأكتر من 120 دولة حول العالم حتى أنه تم الإعلان على الموقع الإلكتروني للشركة عن مسابقة بيحصل فيها المشترك على رحلة سياحية ومقابل أنه يروي ببعض أسطر أجمل ذكريات إلو مع جبنة البقرة الضاحقة وفكرة إنتاج جبنة طرية لا يحتاج إلى الحفظ هيدا تعود إلى المزارع الفرنسي جولبيل اللي أنشأ مصنع بيل بمساحة صغيرة وكانت نظريته تقتضي بتعقيم الجبنة بعد خلطة مع بعضها ونجاح التجربة هيدا خليه يقرر ينتقل إلى مصنع أكبر مع والديه اللي كان حولي أطفال كمان نضم لأله أولاده أنري وليون في العمل وتمكنت شركة بيل على مدى عقود من الزمن من الوصول إلى كل منزل في العالم عبر منتجاتها المميزة مثل جبنة كري وجبنة البقرة الضاحقة إضافة إلى بيبي بيل وموجود كمان أصناف جديدة لإلهم كانت مثل البورسان وغيرها بعدين اتطورت مع انتهاء الحرب العالمية الأولى صارت الخبرية تبلش معه إلى الاحتراف بعد أن أنهى خدمته العسكرية وراح يفكر بجدية في تطوير عالم الأجبان ابتكار الجبنة هذه كان يعتمد على أنه جبنة تزوب عندها دهنة في الخبز وكانت هذه علامة البقرة الضاحقة من أولى العلامات المسجلة في سجل التجاري في وزارة الاقتصاد الفرنسية حيث بدأت مغامرته التجارية وتم إعلان ولادة مصنع كيري أو مصنع بال لإنتاج الحليب المنزوع الدسم والزبدة والأجبان والبروتينيات الألبان والملح الزائب وهي بتعتمد على تركيبة فيها نوع من فوسفوت السوديوم وأدما نقول أنه هيدا الأجبان هي أجبان من من الحليب الصافي 100% إنما اليوم صار معتمد هيدا النوع من الأجبان بوزارات الصناعة تجيز إنتاج الأجبان المصنوعة من الألبان ومصنوعة من إذا بدنا نقول من أصناف نباتية ووصولا إلى حليب الصوية وأصناف أخرى بدون شك إنه هيدا الأنواع من الأجبان لا يحتاج إلى التبريد وكان وقراروا لبال إنه يوقع اسم البقرة الضاحكة كان في أحد الجنود العائدين من الحرب يستخدموا اسم البقرة الضاحكة للسخرية من شعار ألماني تم تحويره وبعدين ليظهر رأس البقرة اللي حاط الحلقة فيه دينته على غلاف العلبي وهيدا التصميم كان بوقته ملفت للنظر إنما تعولت العالم عليه ولاقى رواجا حتى إنه صاحب الشركي في البدء رفض الفكرة إلى أن قرر هو يتدخل بالتصميم وإضافة اللون الأحمر على الرسم بعدما أجرى مصابقة وقام بتعليق الأكرات مثل ما إنه الحلق في إذن البقرة اليسرى جبنة اللافاش كري أو جبنة كري اللي اليوم نحن بالأسواق اللبنانية نشهد لنشاط تجاري ضخم جدا ولترجمة عملية إعادة تصدير هالمنتج هيدا من لبنان إلى جميع الأسواق العربية واللبنانية بالخارج يعني كانت أنا على اطلاع فيما كان شركة مسعود هي الوكيلة لمنتج كري ولفاش كري كميات الكونتينيرات الشهرية اللي تستهلك في لبنان ومنها إلى سوريا والعراق ودول الانتشار اللبناني في العالم بدون شك إنه اليوم جبنة كري ولفاش كري أو مصنع بال يستحوز ما يفوق 26% من سوق الأجبان في العالم وهيدا بيعطي قوة لإله لأنه فينا نقول إنه قدرت وصلت أرقام الانتاج إلى 5160 طون سنويا بوقت إنه عم نروح على أرقام ممكن نحن الاطلاع على كل هالأرقام بكتاب نجاحات وابتكارات حول العالم المطبوع واللي بيوزع بوقت قريب مجانا في الجامعات اللبنانية في عنا أرقام لاستهلاك الأجبان في العالم واللي تعتبر فرنسا من أولى الدول كمان الولايات المتحدة ورنسيا والأرجنتين ولا نستخف بجمهورية مصر العربية كمية الأطنان التي تنتجها من الأجبان لطباع حول العالم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة